النقاش ينضم إلينا من القدس الوزير السابق والمحاضر في الجامعة العبرية شمعون شطريت أهلا بك سيد شطريت ما بين الضغط الغربي خاصة ضغط واشنطن وما بين الضغوطات بن كفير واسموتريتش الذين يهددان بإسقاط الحكومة إذا توقف نتنياهو عن إكمال هذه الحرب إلى أي درجة أو كيف يمكن أن يتعامل نتنياهو مع هذا الضغط الداخلي المركب حسب التصريحات العلنية سيد نتنياهو يرفض الخيار الذي يؤدي إلى انسحاب اليمين المتطرف سموتريتش وبن كفير من حكومته ومعناه إسقاط حكومته وهو يتمسك بما يسمى 64 كرقم الذي يعطي له الأمان لإستمرار حكومة نتنياهو وإذا الخيار مطروح بين استمرار حكومة نتنياهو وبين تطورات سياسية إيجابية جدا ومع أفوك سياسية ومع مفاوضات التي تؤدي إلى إفراج الرعاين حسب سفقة كهدي أو كأخرى الخيار الآن يبدو أنه يفضل استمرار حكومته هذا ما يبدو للآن من ناحية التصريحات العلنية استمرار حكومة أي أنه سيستمر في الحرب لكن كيف يمكن أن يوازن بين أيضا الضغط الدولي المتزايد بضرورة تخفيف حدة هذه الحرب ما الخيار الذي يمكن أن يضمن هذا التوازن ما الحل أو المنفذ الذي قد يسلكه نتنياهو الآن بالضبط ولكن القضايا التي هي مطروحة الآن على الطاولة هي أكبر من كل من اللعبين يعني أكثر من رئيس الحكومة أيضا ولذلك أنا أفكر أنه في مرحلة معينة يكون سيد نتنياهو مجبور أن يواجه الواقع ويختار بالخيار الواقعي الذي يتطلب أفك سياسية ويتطلب طرح الخيار أمام الجمهور الإسرائيلي وفي هناك الآن بدأت يعني الاحتجاجات لعقد انتخابات ولعقد لجنة تحقيق على ما حصل وفي هناك يعني انتخاب لكن هل ستسمح هذه الحكومة اليمينية خاصة نفوذ بنكفير واسموتريتش على هذه الحكومة هل سيسمحان بالذهاب لمثل هذا الخيار أو هذا الخيار الواقع أصلا ولكن هذا ما قلته في البداية إنه الخيار المفضل لرئيس الحكومة لاستمرار حكومته والاتلاف التي يؤيد الحكومة ولكن أنا أضيف أنا أضيف إنه بالرغم من ذلك فيه هناك تطورات التي تجبر نتنياهو أن يواجه هذا الخيار الواقعي وهذا الخيار الواقعي مؤيد من قبل تيارات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي وطبعا من الحليف حليفة يعني الولايات المتحدة التي تؤيد إسرائيل وهي حليفة كبيرة ولذلك أنا أحلل إنه هناك إمكانيات أن بالرغم من استمرار وإرادته لاستمرار الحكومة تكون تطورات التي تجبره للخيار الواقعي طيب لكن عرف عن نتنياهو رغبته في الاستمرار في السلطة البعض قال أن حتى هذه الحرب في القطاع هي كلها لاستمراره في السلطة بالتأكيد سيكون لديه خيار ربما لتحقيق مآربه الشخصية تحديدا سيد شدريت في رأيك ما هو الخيار في ظل أو الحيلة إن صح التعبير في ظل كل هذه الضغوط والخيارات لإبعاده عن المشهد في هناك يعني معروف إن الاستطلاعات رأي الانتخابية التي تنشر في الأيام الأخيرة إن المعدلات التأييد لرئيس الحكومة إن خفضت بصورة ملموسة وسيد جانتس يتفوق عليه بـ 12% من هذه الواقعات وبالنسبة للمخاعد يعني سيد جانتس يفوز أكثر من من 30 أو 37 وسيد نتنياهو 18 فقط ولذلك الجو الجمهوري وما نشعر إن ليس هناك إمكانية أن سيد نتنياهو يتغدى عن أي تطورات في الميدان وفي الرأي العام ولذلك أنا أفكر أن فيه هناك نعم سيد شطريت تكهنات معقولة أن تجبره من تغيير الأسلوب الذي يبدو علنيا أنه يفضل فقط استمرار الحكومة شمعون شطريت الوزير السابق والمحاضر في الجامعة العبرية كنت معنا من القدس شكرا لك شكرا لك